السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة المتوسطة للصف الثالث المتوسط في مادة المهارات الرقمية عنوان درسنا تطبيق التأثيرات على الصورة اللون والإضاءة في الفصل الدراسي الأول قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى الآن إرشادات التعلم عبر قنوات عين أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء كذلك أجلس بشكل صحيح ومريح أحضر أدواتي التي أحتاجها لدرسي وأنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي وأخيرا أتابع الدرس حتى ينتهي لأفهمه وأستوعبه جيدا في درسنا لدينا أهداف هدفنا العام هو أن يتعرف الطالب والطالبة على كيفية إضافة تأثيرات على الصور أما عن أهدافنا الخاصة أولا أن يستخدم الطالب والطالبة برنامج تطبيق الصور على ويندوز ثانيا أن يغير الطالب والطالبة لون الصورة في برنامج تطبيق الصور ثالثا أن يغير الطالب والطالبة تطوع الصورة في برنامج تطبيق الصور رابعا أن يحفظ الطالب والطالبة نسخة للصورة بعد إوافة التأثيرات عليها دعونا نتذكر الآن ماذا تعلمنا أعزاء الطلاب والطالبات في دروسنا السابقة في دروسنا السابقة تكلمنا عن عرض الصور تدوير وقص قلنا أننا نستطيع أن نقص الصورة ونديرها كيف ذلك؟ هيا نرى هذه الصورة لدي زهرة في هذا في هذه الصورة في الجزء الأيسر من الصور ولدي طائر في الجزء الأيمن من الصورة أنا أريد أن أقص الصورة بحيث أحتفظ بصورة الطائر وأقص الزهرة بعد ذلك أقوم بتدوير الطائر كيف أقوم بذلك؟ هيا نتذكر أولا كيف أحثر على برنامج الصور؟ من خلال خيار البحث الموجود على شريط المهام أسفل سطح المكتب ماذا أكتب؟ صور أو فوتوز؟ يظهر لدي التطبيق أنقر عليه بعد ذلك أبحث عن الصورة هذه الصورة التي أريد قصها وتدويرها هيا نبدأ أنقر على الصورة سأبدأ الآن بقصها كيف أقوم بقصها؟ من خلال خيار تحرير الصور أبدأ بساحب الفأرة أسحب الإطار على الصورة التي أرغب بها كما ترون أقوم بسحب الإطار إلى أن أصل إلى الصورة التي أريدها صورة الطائر نلاحظ كيف أظل إلى هذا الجزء أي أن هذا الجزء سوف يقص بعد ذلك ماذا؟ أرى بعد ذلك أضغط على كلمة حفظ ماذا أرى الآن؟ أرى أن الجزء الذي قمت بقصه قد اختفى وبقيت صورة الطائر كاملة كما ترون ماذا لو أردت تدوير صورة الطائر؟ ماذا أفعل؟ لتدويرها أضغط على قص وتدوير بعد ذلك التدوير كما ترون كل مرة أنقر على تدوير تستدير الصورة كما رأينا كل مرة أضغط على تدوير تستدير الصورة أيضا قمنا بتطبيق التأثيرات على الصورة تصفية أضفنا تأثيرات على الصورة أيضا من خلال برنامج الصور أختار الصورة التي أريدها هذا في دروسنا الماضية اخترت الصورة أنقر على تحرير بعد أن نقرت على تحرير تظهر لدي مجموعة من عوامل التصفية أختار منها ما أريد أخترت هذا العامل أستطيع أن أختار من بين مجموعة من الخيارات أو الفلترز التي تظهر لدي أخترت أيضا من عوامل التصفية هذا النموذج فلنرى النماذج الثلاث رقم واحد هي الصورة الأساسية الأصلية بدون تغيير الصورة رقم اثنان وثلاثة بعد أن أضفنا عوامل التصفية كما ترون هذه الفروقات بين الصور الثلاث بعد أن وضعنا عوامل التصفية ماذا عن تطبيق التأثيرات على الصورة اللون والإضاءة في درسنا الماضي غيرنا اللون كيف ذلك؟ قلنا أنه يمكن في تطبيق الصور زيادة تطوع الصورة أو تغيير ألوانها كيف غيرنا ألوانها؟ هيا نرى الفرق بين هاتين الصورتين رقم واحد ورقم اثنان غيرنا بألوان الصورة رقم اثنان كيف قمنا بذلك؟ هناك خطوات هيا نتذكر من برنامج تطبيق الصور انقروا على برنامج تطبيق الصور عزاء الطلاب والطالبات بعد ذلك اختاروا الصورة التي تريدونها أنا اخترتوا صورة البحر والأسماك الصفراء الجميلة بعد ذلك انقر على تحرير يظهر لدي هنا اللون ونرى في هذا الجزء خطا أبيض بواسطة هذا الخط الأبيض أستطيع تغيير اللون كان الخط الأبيض في المنتصف ماذا لو قنت بسحبه إلى أقصى اليمين كما ترون هل تغير لون الأسماك أم لم يتغير؟ نعم تغير لون الأسماك كيف قمنا بذلك؟ بواسطة اللون كما ترون هنا لاحظوا الفرق بين الصورتين الصورة رقم واحد هي الصورة الأساسية والرقم اثنان بعد إضافة وتغيير الألوان بها مرة ثانية كيف قمنا بتغيير الألوان بهذه الصورة؟ بواسطة اخترنا أولا من خلال خيار الصور أو تطبيق الصور اخترنا الصورة التي نريد بتطبيق أو تغيير اللون بها بعد ذلك ضغطنا على تحرير هيقوموا خطوة بخطوة أعزاء الطلاب والطالبات بعد ذلك من خلال اللون استطعنا تغيير هذا الخط الأبيض وإزاحته من مكانه إلى أقصى اليمين كما ترون تغير لون الأسماك كما ترون الفرق بين الصورتين نستطيع أيضا في درسنا اليوم أيضا نستطيع تغيير لون الصور سوف نأخذ نشاط على صورة هذه السلحفة هيا نبدأ بتغيير ألوانها من خلال برنامج فوتوز أو برنامج الصور نختار الصورة التي نريد صورة ماذا؟ السلحفة البحرية أحسنتم أخترت هذه الصورة الجميلة من خيار ماذا أختار الآن؟ بعد أن اخترت صورة السلحفة البحرية أختار تحرير أنقر على تحرير بعد ذلك من اللون أستطيع أن أتحكم باللون بواسطة هذا الخط الموجود في المنتصف كما ترون أستطيع أن أتحكم أيضا لون خفيف ودف أيضا بالوضوح فلنرى الفرق بين الصور الثلاث الصورة رقم واحد والصورة رقم اثنان والصورة رقم ثلاثة عندما قمنا بتغيير الألوان بها لاحظنا الفرق مرة ثانية كيف قمنا بتغيير الألوان في الصورة؟ أول خطوة اختيار تطبيق الصور أو فوتوز ماذا يليه؟ اختيار الصورة ماذا يليه؟ أنقر على تحرير بعد ذلك أنقر على اللون أختار اللون المناسب من خلال السحب في جهة اللون في كلمة اللون أسحب الفرق إلى المكان الذي أريده كما ترون كانت كانت خط الأبيض في اليمين فأصبح لون السلحفة بهذا اللون كما ترون أيضا أستطيع أن أسحب بواسطة اللون الخفيف والدفء أيضا أستطيع أن أغير لون السلحفة كما ترون لاحظوا الفرق بين الصور الثلاث ألوان مختلفة أو متعددة الصورة رقم واحد هي الصورة الأصلية والأساسية للسلحفة البحرية الثانية والثالثة بعد أن غيرنا الألوان بها إذن تعرفنا كيف نستطيع تغيير اللون في الصور من خلال برنامج تطبيق الصور لدي الآن نشاط صغير هيا نذهب لصدورتنا لنقرأ نشاطنا ونقوم بحله هل تغيير لون هذه الصورة؟ هيا نرى هذه الصورة صورة أوراق الخريف هل تغيير لونها في الصورة الثانية؟ كما ترون غيرنا لونها أم لم نغير لونها هذه الصورة الأساسية صورة أوراق الخريف هل تغيير لونها هنا؟ نعم تغيير لونها هنا إذن هل تغيير لون هذه الصورة؟ نعم تغير لون هذه الصورة بعد أن كانت الأوراق برتقالية كما ترون أوراق الخريب أصبحت أحسنتم سوداء كما نرى هنا ألوانها باهتة إذن غيرنا لون الصورة أم لم نغير؟ غيرنا نعم استطعنا تغيير لون الصورة بعد أن قمنا بحل النشاط لدي الآن توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة الحرص على الجلوس الصحيح مساعدتهم على حل الأنشطة تعزيز تشجيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه تعميمه في مواقف مشابهة تذكيرهم بما تعلموه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته